أحبائي المسيح قام ولكن قبل ما أتحدث عن قيامة يسوع المسيح المسيح حقيقة مات حقيقة مات وابتدأت أحبائي من يوم الخميس عندما جاءوا إلى بستان جتسماني وهناك خان يهوذة الإسخريوتي وباع سيد يسوع المسيح وطبعا قادوا يسوع المسيح مرورا في وادي قدرون صعودا إلى جبل صهيون في مكان يدعى بيت قيافة واليوم الكنيسة تسمى كنيسة صياح الديق وين بطرس أنكر سيد يسوع المسيح هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية كانت أمام حنان وقيافة وكانت أيضا أمام مجمع السنهادرين وهذه المحاكمة كانت مهزلة المحاكم لأنه وجهوا تهم باطلة ضد الرب يسوع وأقاموا شهود زور وأخيرا طبعا سألوا يسوع هل أنت ابن الله وأقر المسيح أنه ابن الله وخلال المحاكمة أحباء وخلال مسيرته كانوا بيلطموا وبيلكموا وبيضربوا على وجهه وبيضربوا كان في القصبة وغير الجلد وبعد هذه المحاكمة وضع المسيح في الجب الأسفل حتى صباح يوم الجمعة باكرا أخذوا إلى قيافة للمحكمة المدنية وفي هذه المحكمة حاول بيلطوس عدة مرات أن ينقذ المسيح ولكن كل محاولاته باءت في الفشل وأخيرا غسل يديه وقال بريء من دم هذا الصديق أو هذا البار وقالوا اليهود دمه علينا وعلى أولادنا وبيلطوس جلد المسيح الجلد الروماني خطير جدا وكثير من الذين يجلدون يموتون تحت هذا الجلد فالصوت الروماني عبارة عن قطع من العظم الحاد أو قطع حديدية حادة وكانوا بيربطوا الجسد يعني بيكون عمود علو متر أو متر وعشرة سنطي والجسد بيكون معرّة والضرب بيكون مبرّح بلا عدد فكل ضرب كان طبعا تضرب أو تغرز في الجلد فكانت تتفجر الشريين والأوعية الدموية لدرجة أن الجسد تشوه وبعد الجلد وضع إكليل الشوك على رأس يسوع ثم صار المسيح في طريق الآلام في أورشليم وفي طريق الآلام يسمى فيا ديلاروسا طريق الصلب موجود حتى يومنا هذا وفي هذا الأسبوع بيحتفلوا بيسموها درب الصليب 14 مرحلة تسعة خارج كنيسة القيامة وآخر خمس حدثت في كنيسة القيامة وبرضو هذا طبعا السير وهو حامل صليب ثقيل جدا وزنه حوالي 30 كيلو جرام على الجسد المشوه والمجرح فتخيل كم من الآلام المبرحة اللي عانى منها يسوع المسيح ثم أخذوه خارج أصوار أورشليم عند موقع يسمى جلجلة أو جمجمة أو جلجثة وهذا الموقع كان معروف للناس في تلك الأيام تل صغيرة توقع أو تقع على مفترق طرق على قارعة الطريق لأن كل من يمر يرى طبعا حالة الصلب ولكي يشوه من صورة يسوع صلبوه مع مجرمين وكان الصلب مؤلم جدا إذ سمروا يدي ورجلي يسوع المسيح ووضعوه على الصليب معلق بين السماء والأرض وهذا العذاب يعتبر من أشد العذابات في تلك الأيام وطبعا الشخص المسلوب بيكون يعني بيموت من خلال الإخطناق لأنه بحاول يستوعب كمية أكسوجين ولكن بيضطر أنه يرفع رجليه إلى فوق وهذا بيزيد من ألام في رجليه عند الصلب فبيأخذ النفس بعاود جسمه بيهبط وهكذا ولكن لأنه المسيح تقلم كثيرا ويتواجه كل أنواع العذابات أخيرا أحبائي مات المسيح في الوقت المعين وحتى يتأكدوا من موت المسيح واحد من الجند الروماني طعن جنب يسوع المسيح بالحربة فخرج دم وماء وهذا علامة واضحة جدا أنه المسيح مات مش مجرد غيبوبة ولا أي مجرد يعني محاولات أخرى كما يضعي يضعي البعض فالمسيح صلب أمام مئات وألاف من الشهود وهذه الحادثة معروفة تاريخيا ومشهود لها أمام الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر